الجمود السياسي يتكرس كخيار مستدام في مسار الأزمة والحرب في اليمن ففيما تلوح الحكومة بتحريك الخيار العسكري لا تزال تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ محدودة جدا يقابلها استمرار موقف الإنقلابين على حاله حيال أحدث المقترحات الأممية بشأن الحديدة لا جديد فيما يصدر على المبعوث الأممي ولا ينبئ عن تحرك وشيك يكسر جمود المسار السياسي في ظل ما يصفه المراقبون بانحسار الاهتمام الدولي إلى مستوى غير مسبوق ينظر بدخول الأزمة والحرب في اليمن مرحلة نسيان الجديد هو ما كشف عنه مكتب المبعوث الأممي بشأن نيته فتح مكتب تنسيق له في العاصمة المؤقتة عدن حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دوليا وتهدف الخطوة التي تأخرت كثيرا إلى تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص لجهود إحلال السلام بحسب بيان صادر عن مكتب ولد الشيخ وفسر المراقبون خطوة فتح مكتب للمبعوث الخاص في عدن بأنها إشارة واضحة إلى المسافة الكبيرة التي باتت تفصل المبعوث الأممي عن الطرف المتمرد والمهيمن في صنعه حيث يقع مكتب المبعوث الأممي وكل المكاتب التابعة للأمم المتحدة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي استبعد من جهته أن يتقدم وشيك في المسار السياسي لأن الانقلابيين بحسب تصريح أدلا به لصحيفة الشرق الأوسط لا يرغبون في السلام أو في تخفيف معاناة الشعب اليمني بعد رفضهم الحل المقترح حول مدينة الحديدة واعتبر الوزير المخلافي أن رفض الانقلابيين يعطي للحكومة الحجة الكافية أمام المجتمع الدولي لاستمرار موقفها بضرورة تحرير هذه المناطق وبأن تضع خيار التحرير أساسيا لمواجهة هذا التعنت وتحريك الوضع في اليمن تصريحات المخلافي للصحيفة ذاتها تضمنت إشارة صريحة إلى أن الجانب العسكري سيشهد تحركا بصورة أفضل في الفترة المقبلة الجمود السياسي والتلويح الصادر عن مسؤول رفيع في الحكومة بإمكانية تحريك المسار العسكري يبقيان الأمر مبهما بشأن مستقبل الحرب والسلام في بلد لم يعد يمتلك من أمر شؤونه شيئا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر